وسط فوضى سيناريوهات اليوم التالي لحرب غزة وتعذر استشراف معالم المرحلة عاد الحديث في إسرائيل عن الطور الثالث من الحرب فهل هو إعلان من الجانب الإسرائيلي لحرب لاهنهائية في غزة أم أن الأمر قد يقرب تلقائياً تل أبيب من إعلان انتصار نواء مرحلي يسهل عملية التوصل إلى تهدئة وربما أيضاً الذهاب نحو تسوية على الحدود الشمالية مع لبنان وزير الدفاع الإسرائيلي يوفغالنت قال قبل أسبوع إن المرحلة الثالثة من الحرب على القطاع ستشهد خفضاً لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو عمليات خاصة لكنها ستكون مرحلة أطول مع إبقاء السيطرة على محوري فيلاديلفيا ونيتساريم القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية كشفت في هذا الصدد أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال عشرة أيام فترة ستعقبها إبقاء النيران الإسرائيلية في غزة من خلال غارات وضربات جوية مستهدفة أنشطة حماس هناك أما عقد مأزق اليوم التالي للحرب فيبدو أنها تصل إلى نقطة الاختبار الصعب هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أمنيين كشفت أن خطط ما بعد الحرب جاهزة وتنتظر الموافقة عليها ومعالمها الأساسية إنشاء مجموعات من الفلسطينيين المحليين لإدارة غزة مدنياً بعد الحرب سيتولون توزيع المساعدات وتوسيع مسؤوليتهم تدرجياً لتولي الحكم المدني في المنطقة وستضمن القوات الإسرائيلية الشقة الأمنية في البداية غير أن الخطة قوبلت بشك كبير من قبل العديد من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على تفاصيلها حسب Financial Times فيما اعتبرت مصادر إسرائيلية للصحيفة البريطانية أن رؤية الجانب الإسرائيلي قد تعد وسيلة للضغط على حماس في المحادثات المتعثرة بشأن صفقة التهدئة والإفراج عن المحتجزين